ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بقى الفخير واهلا بيكو في شقة جديدة ونهاردة مش بنعرض الشقة بس الشقة صاحبتها كل يوم بتغير فيها من غير متدفع فلوس في عفش ولا في تفاصيل وتحسي ان كل يوم الشقة بتشوفيها برؤية مختلفة وزاوية مختلفة قبل ما نبدأ الفيديو ان شاء الله لا يعجبك ده حطونا لايك للفيديو والاول مرة يشوفنا في القناة يشترك معنا لان اكيد هيستفيد من الافكار الدكورية والشقة وتجديد العفش لو ست عروس لو ست بيت باعة وعروسة بتجهيزة اكيد هتستفيد من الفيديوهات دي بسم الله كده نبدأ الشقة وده هنا الريسيبشن بصوا ركزوا بقى في الترابيزة والتفاصيل الترابيزة هنا يحط عليها شمعدان موف وورد موف والكوشنز بتاع بتاع الاندري بصوا على كحلي وفوايط بصوا كده كمان التابلوق اللي وراء طبعا كل حاجة متناسقة جدا جدا مع بعض لو لاحظتوا ان هنا المطبخ هنا بدخوله دلوقتي هو مش مفتوح على الصالة قوي مش قبن ولكن الباب بتاعه بير فتحسي ان انت طلع على المطبخ هنا ترابيزة صفرة جدا عالت بس اتنين كاسات عليها من لون الموف راخد على سيلفر والفوزة فيها ورد ابيض اللي نجف عندها كلاسيك شوية اهو هنا مراية والمدخل بقى كده للمطبخ يعني رخامة من المطبخ تلع برة كده في الصالة بس مش مفتوح اوي مباشر يعني يعني جراحكيش لو انت جوه المطبخ بصوا بقى المطبخ كله باللون الابيض هي بس الوخامة اه ماربل كده اه غامقة شوية وكمان السراميك اللي تحت المطبخ عامل ابيض في اسود في جري فتحسين الوانه حلوة جدا جدا مع بعض يعني لانها مفتوحها المطبخ رمائة الجزء بتاها السراميك بس غامق او لانها مدخلة في الابيض بس طبعا اللون ده موضة او السنادي وحلوة جدا في السراميك المطبخ من الخشب مش على متال فينس بتفضل مطابخ الخشب اكتر ده هنا شباك بصوا كمان معتا النجاف اللي فينطبخ كلاسيكي بصوا بقى الطنوم والروعة والجمال اللي فيه بصوا بقى اركز اكده في الاوضة الاوضة كابوتنية باللون الابيض اهه بصوا بقى اشوفه الوان الكوشن وازاي تبدأ تاني اتغيرها والطابلو الورا كده الكوشن متناصد جدا جدا مع الاوضة مع الطابلو مع كل التفاصيل الاوضة تحفظ مع بعضها بسم الله ما شاء الله الاوضة تاني ساقة حلو جدا حتى هنا شغل فرورا ماضي والبنكت باللون الموف برضو حتى شجرة عيد الميناء لحط عليها برضو موف كمان ان اجب فينا الكلاسيكي هي الشقة بتاعتها مسجة ما بين التفاصيل المودر انه برضو محتفظة بالطابة الكلاسيكي بس اركزوا بقى هنا كمان شال فارو على اللون البلو دي السفرة لو تلاحظوا لو اتركوا في مرة الاوضة غيرت في التفاصيل اللي عليها هنا هيكل الشيء بتغير في اللمسات الدكورية بصنية بشمعدان بيفازة من غير ما تغير في العفش نفسه فبتحس ان كل يوم في المكان حاجة جديدة دي افكار حلوة جدا ممكن تستفيدوا منها يا بنات الصفرة بتاعتها بسيطة جدا جدا بصوا كمان الاعدة بتاعتها من تحت معدن استلس الاستلس السنة دي استغلية جدا من دخليه في القشب او العفش ممكن تعمل الكرسي كل استلس بيقى مكلف شوية يا طبعا مرحلة استلس مع قشب بس هو بقى هنا غيرت بالشمعدان اللي على تربيزة الصفرة والفاز اهو مع المفرش اللي على تربيز الصفرة فتحسي ان الدنيا احتلفت ده اللي بتكلم عنه ان انا مش لازم اجدد في كل التفاصيل يعني بكل العفش اعني بكل العفش واجيب عفش جديد او كل فترة لأ التفاصيل اللي هي بتعملها دي حلوة جدا جدا ده كوشن بيتي الشهاد الفرق ده هتحطه في مكان تاني يعني بصوا كده شكل الصفرة احتلف ازاي عشان اللي شفناه في الصفرة هتطنف قطه النوم وجابت معك كوشن على اللون البلو واللي على الصينية باللون البلو برضو بصوا وغيرت هنا في الطابلول اللي كانت في المكان ده حطات مراية كده اهو بطارها معنا فتحس ان الدنيا احتلفت لو انت بتحبي دايما ان يبقى متملي من الحاجات اللي عفش يفضل عندك سابق اعمل الافكار دي من غير ما تكلفك كتير بقى جمعين القولة وترتبها هنا برضو شالت الرفار واللي هو اللون البلو وهنا برضو بصوا حطت اتنين بف مختلفين على البنكت اللي كان باللون الموف وهنا شمعدان الكريستال ووردة باللون الابيض غيرت في الوان الكوشن بصوا بقى في ابيض في جولد اهو حتى لو انت مش هتغيري انت هنا بتخدم الفيديو ده افقار لالوان كوشن مع بعض الالوان دكور مع بعض الالوان مع بعض بتستفيد من اللي هي بتعمله الحاجات اللي بتعجبني جدا ان السيريوجي يكون مترتب بالطريقة دي هنا بصوا بقى الشمعدان والجول اللي هي عاملة اللي واقع فكرة ان الفوزة تبقى زال سمبل جدا او الكريستال ويبقى الفعل وروض والشمعدان بالشكل ده هنا على ترابيزة الاندريب عروض وشكل مختلف غير اللي شفنا في الاول او هنا الشيال اسود غيرت برضو في الوان الكوشن بقى موف اسود والمشاجر برضو موف في اسود هنا كمان السجادة عجباني جدا شكلها غيرت برضو هنا في الشمعدان بقى شمعدان سمبل جدا بس باللون الجولد بصوا الطابلو كمان بقى بصوا كده اهو مع العباجورة برضو باللون الموف والكوشن دان بيتي اللي كان على ترابيزة الصفرة شوفوا تاني برضو نفس المكان غيرت ازاي هنا هنا الشمعدان كلاسيكي وحطت في الطبق الزاز ده كريستال بالشكل ده اعتمدى ان يكون استفدتوا افكار من الفيديو ده وكتبولي في الكومنتات رأيكم في الافكار دي وان شاء الله هشوفكم في فيديو جديد وشقة جديدة ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة